موسيقى عزيزي المشاهد تجد دائما في الحياة نور مضيء يقودك إلى عالم مشرق مليء بالعلم والمعرفة وهناك أبواب مغلقة لا يوجد خلفها سوى الظلام الحالك اتخذ من المعرفة النور الذي تستدل من خلاله الطريق أسلك المسارات المشرقة والمشبعة بالقيم والمبادئ ولا تسلك تلك الطرقات التي تجعل من حياتك معدمة لا حياة فيها ويقول الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله الجيوب الفارغة لم تمنع أحدا من إدراك نجاح بل العقول الفارغة والقلوب الخاوية هي التي تفعل ذلك فنجاح عزيز المشاهد يحتاج إلى العزيمة والإصرار فأهلا وسهلا بكم مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام في حلقة يديدة من برنامجكم مبدعون واللي من خلاله بنصلط الضوء على ذوي الإعاقة اللي دائما ما يفاجئون الجميع بإنجازاتهم واليوم نادي خرفكا للمعاقين يثبت لنا ذلك من خلال لاعبيه الذين حققوا بطولات وإنجازات شهد لها المجتمع الإماراتي والعالمي ويسعدنا اليوم ويشاهدين الأعزاء أن نستضيف أحد هؤلاء الأبطال وهو اللاعب المتميز والمتألق خالد المراجدة حياك الله الله يعيك ويعني ويشكوني على التضافة الله يسلمك نورت برنامج مبدعون الله يعطيك العافية وصلا مشكور إذا كما خير الله يسلمك بداية بوليد أبغيك تحدثنا هل الإعاقة شكلت لك حاجز وعائق أمام ضموحاتك وأحلامك؟ أولا شي صحية بس بعدين تحديت الإعاقة كيف تحديت الإعاقة؟ أصريت أني أطلع وأروح أصير غاية وإن ما أبغي يعني خلنا نتكلم شوي بشكل أكبر عن هذه المرحلة تحديدا في مرحلة الطفولة كيف كانت مرحلة طفولتك أنا ذاك؟ طفولتي أنا وشي يعني كنت أمريكان 15 تقريبا وفجأ حسيت يعني عمّة حارب جسلي نعم كنت أمشي فترة بدوني يعني عالجوني قالوا خلاص ما لي أمل أن يمشي نعم كيف كانت تقبل الأسرة لهذا الخبر؟ كيف قدرتوا تتجاوزون هذا الظرف؟ والله الأسرة ساعدتني يعني ووقفت وإياي وقالت خلاص أن لي كاتب الله سبحانه وتعالى يعني جميل كيف دخلت عالم الرياضة ومن هو اللي شجعك لدخول هذا المجال؟ والله عندي صديق عزيز وغالي عليه جاسم محمد راشد نعم النعور نعم وحفزني وأنا حينه ما شاء الله يعني عندي إنجازات وعندي ميدالية كثيرة يعني محلية ودولية هل واجهت صعوبة يعني في بداياتك لدخول هذا المجال شعرت بصعوبة؟ شو لنصايح اللي وجهها لك سواء كان المدرب أو الأخ جاسم الناعور خصوصا أنك أنت كنت يعني بعيد عن هذا المجال؟ هل تشجعوني وكملتوا لها الما قصروا معاي والجماعة كلهم يعني اللي حولي ما شاء الله مربعي ما قصروا معاي في طفولتي ومرحلتي هاي المرحلة الوسط لها حتى الآن الشو رياضة اللي تمارسها؟ لعبة البوشية هاو ملكة لعب قوة عندي ميداليتين بعد في لعب قوة وطلعت من القوة دخلتها اللعبة اللي الحين من أربع سنوات فيها نعم نعم يا ريت لو تعرفنا وتعرف المشاهدين شو هي لعبة البوشية؟ هاي عبا فكرتها أن شخصين يلعبوها يعني الشخص الأول تكون عنده كور زرقة والشخص الثاني تكون عنده كور حمرة وتكون الجوكر البيضة نعم و إذا هو سكر علي يعني إذا لصقها في الجوكر يعني أنا لعب من بدله و على شو تعتمد؟ تعتمد على المهارات و الذكاء و التخطيط السليم نعم شو التدريبات اللي تمارسونها بخصوص هذه اللعبة؟ تدريبات يومية مثلا تدريبات يعني ندرب عالي أنا و المدرب واللعبين اللي معاي ندرب يعني يعطيه التكتيك و المعين أسويه في البطولات برا نعم في مثلا تمرين عصر تمرين صبح شي مميز تكون هذه يعني بشكل يومي أو؟ بشكل يعني دراتيان في الأسبوع تقريبا وتستغرق منكم يعني ساعات طويلة؟ ساعة ساعة ونصف ساعة ونصف اليوم نعم جميل وشو اللي يحتاج اللاعب اللي يباي مارس هذه اللعبة؟ هل يحتاج مثلا لياقة بدنية؟ أو يستخدم عضلة معينة؟ شو اللي يحتاج؟ لا لا يستخدم الذكاء والإيد عندك إيد ضعيفة والإيد قوية ترى فيه فئات مهم في مبي سي ون، مبي سي تو، مبي سي تري، مبي سي فور ونحن مبي سي في فائف فايت بعد انوميات توكيو شو فكرة هذ الفئات؟ يعني شو اللي يتميز هذه الفئات عن بعضها؟ هذا هي تقدم مرحلة عن مرحلة نعم تقدم عن مرحلة مثلا إذا كانت ريد قوية يعني يخلوه مع القوي وإذا كانت إيدة ضعيفة يعني ما يقدر يوصل للمرحلة اللي يبغاها هو يخلوه يعد الفئل الفريق الضعيف يعني في أيته هو يعني كيف ممكن المدرب يقيم الشخص هذا ويقول له أنت تصلح للفئل اللي بعدها تصلح لأن حسب حسب الدكاترا اللي يوني من برع بقيتربوتولاتس في في حصونة يعني الدكاترا هذا يعني عبارة عن لجنة تحكيم أو شو بلطفت هذا دكاترا في حصونة يعني منوا إيدة قوية ويشايكوا عليه يعني منوا اللي يصلح ينتقل للفئل اللي بعدها ينتقل للفئل اللي بعدها طبعا كلما كانت الإيد أقوى كلما كان الشخص مؤهل ينتقل للفئل اللي بعدها جميل أنت أيضا أخوي خالد من محبين كرة القدم ومن مشجعين نادي اتحاد كلباء خبرنا شو سر هذا الحب والله هذا الحب من 96 و 97 يعني شو اللي يخلاك تندفع وتحيي هذا الفريق بالذات ان هذه بلادنا ومنطقتنا طبعا التابع طبعا الحين دوري الخليج العربي ومجريات الدوري أيوة نعم تعتقد ان اتحاد كلباء في الموسم القادم راح يكون له يعني موقف معين ما بين المتصدرين والاندية الكبيرة لا اتوقع بس هنا ان شاء الله هالموسم هو شيء نبقى في دوري الخليج العربي خلال الفترة اللي بيتي ان شاء الله واللي كاتب الله صفحه وتعالى الموسم القادم خير ان شاء الله ان شاء الله خبرنا عن البطولات اللي شاركت بها شو هي البطولات والله شاركت هنا في البحرين اصلت على المركز الثالث نعم وشاركت العردن حصلت على المركز بس خلنا نوقف عند بطولة البحرين شو كانت هذه البطولة بالضبط وفي اي لعبة هذه البطولة خليجية تجمع الواحد وخمسين وشو الرياضة اللي شاركت بها لعبة تبوتشي كان عندنا البحرين وعدنا امان خبرنا اكثر عن اجواء هذه البطولة كيف كانت كيف استعديتوا لها والله اجواء كانت رائعة وحماسية بنفس الوقت نعم كنت متوقع اتحقق هذه البطولة انا والله كنت احقق اكثر اوصل حق مراكز الاولى بس الحمد لله على المركز الثالث ويعطيهم العافية اخوان اضع مجلس الادارة ادارك نادي وخور فكان والبطولة اللي عقبها شو كانت بطولة الاردن بطولة اسيا ايضا في نفس اللعبة في نفس اللعبة نعم نعم وشو المركز اللي حققت في هذه البطولة المركز الثالث نعم المركز الثالث المركز الثالث نعم وكانت بنافسها قوية بيني وبين العراق والحمد لله وتحققت الامنيين حققت المركز الثالث الحمد لله حدثنا اكثر اخوي خالد عن هذه البطولة هل كنت متوقع تحقق المركز الثالث؟ والله كنت متوقع حتى أسأل المدربة ويقول لي أقدر أحقق المركز الثالث قال أنت تقدير تحقق المركز الثاني أنا قلت إن شاء الله بأي مركز الثالث نعم وفعلا تحقق أني مركز الثالث ماذا الاستعدادات التي تمكنك وتخليك أنت تقول أحقق المركز الثالث أو الثاني يعني هل مثلا استعدادات نفسية أم بدنية أم شو الخطة التي تضعها قبل لا تدخل كل بطولة؟ النفسية إذا كانت النفسية زينة والعقلية كانت أوكي وكل شيء تقدر تحقق اللي ببالك أنا كنت محطي بالي والله ما أكذب عليك كنت محطي بالي وما أكذب تاني نعم طبعا التدريبات بعد لها دور في ذلك مو بس يعني الاستعداد النفسي لازم أيضا تستعد يعني بدنيا تدريبات أخوي يعني تدريبات خاصة للصبح والمساء يعطيك يعني ما يكون تمرين واحد يكون تمرينين أحسن قبل يعني مشاركتك في أي بطولة بشكل عام يعني شو الاستعدادات اللي تستعد لها؟ تدريبات يومية تكون يومية خاصة عندكم عندي بطولة تكون تدريبات يومية تكون مكثفة ساعات 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 مكثفة يعني أنتو في الأيام العادية قلتلي من خلال حديثك ساعة ونص تمرين بس إذا عندي بطولة تدريباتي تكون يومية هي نعم جميل في المعسكر قاصر تكون تمرين صبح عصر يعطيك كده شوية يعني تكون عندك التكنيكة كده تخطط على المنافس اللي بتلعب معها نعم من هو اللي يعطيك الطاقة الإيجابية واللي دائما يدعمك ويشجعك في مسيرتك الرياضية؟ والله وشي عندي اللهن الوالدة والوالد نعم الله يحفظهم يا رب والله همامي وعندي شكر خاص بعد حق الدكتور عبدالرزاق الرشيد شو تحب تقوله اليوم خلال هذا البرنامج؟ والله شكرا لأنه يدعم الأول إلي بعد لأنه هو الوحيد اللي يدعمني ويخليني أشي تحيل في البطولات جميل اي نعم أخوي خالد هل شعرت يوم بالإحباط واليأس وقلت خلاص أنا ما أبغي أكمل ولا أبغي أواصل مشواري الرياضي؟ والله أنت تبصد قبل بداية حسيت يعني محا مت هي لك هذا الشعور؟ يهان الشعور قبل فترة يعني قلت لازم ما أكمل لأن أتعبت نم تكمس سنة حين ألعب ماذا سبب هذا الشعور؟ شو اللي خلاك تقول هذا الكلام لان من ستة وتسعين وانا الالعب في النادي خرفكان المعاقل بس بتخني لانا ريح لانا تعب لانا سير وعيه في الباص وارجع في الباص يعني مواصلات مالهم نعم شو اللي مثله لك مبنى نادي خرفكان الجديم والله مبنى جميل مبنى وحبينا نشكر هذا نشكر صاحب اسمه الشيخ لكتور صلطاب المحمد القاسمي عضو مجلس الالحاكم ممارة الشارقة على المكرمة الطيبة مكرمة يعني نجاز يعني ما حقني نحن عقمة جميع منطقة الشرقية اخوي خالد شو اللي مثله لك انضمامك لنادي خرفكان للمعاقين خبرنا عن اول يوم والله اول يوم كان نجاز جميل عندي يعني بالذات حقي يعني اسمي انا حقي يعني نعم نعم خالد علي شو كان شعورك هل حسيت يعني بالغربة كيف قدرت تتأقلموا نعم نعم ما حسيت بالغربة كانوا مستقبلين استقبال جيد يعطيهم العافية نعم الأخوان اللي موجودين والسابقين يعطيهم العافية لجميع نعم اليوم الصرح هذا اللي بنالكم يا سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارجة كم عطاكم مسؤولية فإنكم أنتوا تقدمون كل ما لديكم من إبداعات عشان تمثلون هذه الإمارة بصورة جميلة والله مسؤولية كبيرة وتبقى الصراحة هو ما مقصر نعم فيه نحن بالذات نعم والله صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ما مقصر في حد بالجميع من جميع النواحي أكيد هو دائما يعني نصير المعاقين وهو دائما يحب يشوف أبناء في أعلى المراتب ولكن اليوم أنت كخالد وكونك أنت لاعب شو المسؤولية اللي عطاك إياها؟ أعطاني يعني نبدل جهد نبدل جهد شان نوصل حق المرحلة اللي وصلناها وننفع اسمه قاصة لأنه هو الوحيد ما مقصر فينا ناس ما قدلك أنا قبل شوي نعم ما مقصر فينا بشكل فضيع يعني يعني السير توصل ليه والله ما يردك توصل ليه القصر عنده ما يردك نعم شو صعوبات اللي واجهتها خلال هذه الفترة اللي طافت وقدرت تتغلب عليها؟ والله وايد صعوبات ما ما ذكرها بس تغلبنا عليها سواء الخروج يعني نطلع نروح ونسير واني نسي كل مكان الحمد لله يعني إذا بنتحدث عن يعني خنقول نظرة المجتمع في السابق واليوم كيف أصبحت نظرتهم خصوصا الآن بديتوا تشاركون في المحافل والبطولات والإنجازات المختلفة هل اختلفت بما أنك أنت تقول بديت عام 96 نحن اليوم في عام 2020 كيف تشوف نظرة المجتمع والناس؟ والله أول بداية نظرت المجتمع يتحس أننا عاطفيين بس نحاول نتغلب على نفسنا نحاول قد ما نتغلب على نفسنا خالد انت كيف تطلع كيف تروح كيف تتي وين تسير كيف قدرت تتغلب على نفسك؟ ما تغلب على نفسي الناس تشوفني قولي خالد تعمل على نفسك نعم الله يعطيك الصحة والعافية نعم وين تسير وتروح وتي ما شاء الله عليك توصل وين كل مكان اروح والحمد لله على الصحة والعافية الحمد لله خالد هل تتمتع بمواهب أخرى غير الرياضة وعالم الرياضة؟ والله ما تمتع بس كرة القدم كرة القدم متى تمارس هذه الهواية؟ كرة القدم من تقريبا من 96 طبعا من 96 يعني تمارسها مثلا في الفريج أو في النادي وين تمارس هذه الهواية؟ الهواية والله في النادي يعني اكون حارس كذا يعني يلعب بيني وبين نفسي نعم جميل وما حاولت يعني تتطوع مثلا في أماكن معينة تمثل الدولة مثلا في المجال التطوعي؟ والله أنا يعرفوني في كلبة أنا موجود مدينة كلبة نعم ويعرفوني أنا ما شاء الله يعني يعرفوني يعني أي وكأ أي أحد يباني يتصل فيني وأنا حاضر باي شي يعني خاصة خدمة هذه المدينة الجميلة مدينة كلبة الحبيبة جميل أخوي بواليد أنت اليوم يا يبا وياك ثلاث ميداليات خبرني ليش هالثلاث بالضغط؟ أخوي عبدالعزيز هالميداليتين لنفس السنة 2019 بطولة البحرين وبطولة الأردن نعم شو كان شعورك يعني يوم حصلت على بطولة البحرين ومن ثم الأردن؟ والله شعوري فرحت والله فرح عام شي ابنى ميدالية حتى يستقبلونها في المطار هنا نعم خصوصا أن هذه البطولتين أيضا كانوا في نفس السنة أيوانا طيب والميدالية الثالثة؟ الميدالية الثالثة بطولة الدولة 2019-2020 موسم 2020 أني كانت في النادي لأصحاب الأمر جميل أبواليد شو تقول اليوم لإخوانك من ذوي الإعاقة اللي عندهم إبداعات وطاقات في المجال الرياضي أو مجالات أخرى ولكن لا زالوا يخجلون من المجتمع قد يكون الخجل هذا منهم هم أنفسهم أو من أولياء أمورهم شو تحب تقولهم اليوم بما أنك أنت إنسان ناجح ومبدع؟ والله من الأهالي الصعوبة من الأهالي نعم نعم تعتقد ليش؟ ليش الصعوبة من الأهالي؟ ما أعرف والله أنا متفاجه من هالسؤال فالأهالي يكن معاقدين شوية الأمور شو تحب تقولهم اليوم؟ ما يبون معاقي يطلع برعي يشوف الحياة إذا أنا ما أشوف الحياة وأنا عمري 15 ما تباشوف الحياة يوم بيكون عمري 30 شو تحب تقوله اليوم لولي الأمر؟ شو الرسالة التي تبقى توصلها له؟ نتمنى يعني يطلعوهم من الحياة اللي موجودين فيها في البيوت بس أذنك أخوي خالد أنت والمشاهديين وبنروح نشوف أحد الخدمات التي تقدمها أحد المراكز في إمارة الشارجة وبنرجع لكم من عقبة مدرسة الأمل للصم تخدم الأطفال والطلاب اللي بيعانوا من إعاقة سمعية صم بدرجات متفاوتة أغلب الطلاب اللي عندنا هم صمم عميق لأن الطلاب اللي عندهم بقايا سمعية بتم تأهيلهم ودمجهم في مدارس السامعين من الخدمات اللي بنقدمها إحنا بمدرسة الأمل للصم وفي الروضة هو تأهيل وتمكين وتأهيل وتدريب الأشخاص الصم من سن سنتين ونص في روضة الأمل حتى سن عشرين سنة في مدرسة الأمل طبعا التعليم عندنا مقسم كمراحل إحنا بنستخدم نفس مناهج وزارة التربية والتعليم وطلابنا بيخضعوا لنفس الامتحانات عندنا الفصول في مدرسة الأمل من الصف الأول ابتدائي حتى الثاني عشر والحمد لله تم تخريج عشر دفعات من مدرسة الأمل مدرسة الأمل تقريبا هي المدرسة الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة اللي بتدرس الصم من عام تسعة وسبعين وشهدتنا معترف فيها تؤهلهم لدخول الجامعات خرجنا عشر دفعات من الثانوية العامة وأغلب الطلاب نسبة كبيرة منهم انتزموا في جامعة الشارقة في مدرسة الأمل للصم احنا منستخدم تنائية اللغة في تعليم الصم يعني احنا منستخدم لغة الإشارة لأنه لغة الإشارة هي اللغة الأم بالنسبة للأصم فمنستخدم اللغتين اللغة المنطوقة واللغة الإشارة حتى يسهل وصول المعلومة للطالب كمان احنا المناهج مناهج وزارة التربية والتعليم هي يعني مصممة للأشخاص السامعين فبالتالي طلابنا بيواجهوا صعوبات كتيرة في المناهج لكن احنا منحاول نوائم المنهج قدر المستطاع بدون المساس بنواتج التعلم بحيث انه الطالب يتمكن من المادة بنستخدم وسائل مرئية كتير احنا عنا الحمد لله المدرسة مدرسة ذكية التعلم كله عنا في المدرسة تعلم ذكي الفصول مزودة بصبرات ذكية الطلبة كلهم عندهم تابلتات او لابتوب احنا داخلين ضمن التعلم الذكي في وزارة التربية والتعليم كمان احنا الحمد لله يعني في بيننا تعاون احنا وشركة مايكروسوفت وتم اختيار مدرسة الامل كمدرسة نموذجية لمايكروسوفت لمدة خمس اعوام وهذا طبعا بالنسبة يعني حصلنا على هذا اللقب لانه احنا منستخدم تطبيقات من مايكروسوفت عديدة تسهل وصول المعلومة للطلبة مثل مايكروسوفت الوفيس ماكس ومثل التيم يعني برامج كتيرة مثل البنكات كل هاي برامج تساعد في ايصال المعلومة للصم والحمد لله مستويات الطلاب عندنا كويسة وبينجحوا بتقديرات كويسة بالثانوية العامة في متابعة اكيد من اولياء الامور في جهد كتير كبير على ولي الامر وعلى المدرس وحتى على الطالب نفسه في عنا خدمات مساندة كمان في مدرسة الامل غير التعليم الأكاديمي عنا خدمة اخصائيين التخاطب فكل طالب في عنا بياخد جلسات تخاطب في عنا جلسات ارشاد اثري في عنا توعية مجتمعية لانه لغة الاشارة هي لغة مهمة للاشخاص الصم فلما بيخرج الطالب الاصم او الشخص الاصم للمجتمع بيلاقي صعوبة في التفاهم مع الجهات اللي بتوجه لها او في المستشفيات في اي اماكن بيزورها فبالتالي احنا في مدرسة الامل اخذنا على عاتقنا نشر لغة الاشارة بالمجتمع من خلال قافلة تعلم لغتي هي قافلة بتجو بالمدارس او المؤسسات او الهيئات او المؤسسات الخدمية ومنعطيهم دورات في لغة الاشارة حتى يقدروا يتواصلوا مع الاشخاص الصم اللي بيقابلوهم مهم جدا الاسرة انها تكون قادرة على التعامل مع ابنائها فاغلب الاسر عندنا هون الطالب اصم هما ما بيقدروا يتعاملوا معا ما بيقدروا يتواصلوا معا فاحنا في المدرسة كمان منعمل من ضمن خطتنا السنوية على انه نوعي الاسرة في كيفية التعامل مع ابنها منعطيهم دورات في لغة الاشارة حتى يسهل التواصل مع الطالب في عنا كمان خدمات صحية مساندة خدمات متابعة المعينات السمعية للطلاب فحصها تزويدهم بالأدوات المناسبة تغيير الأوالب كل هذه الخدمات حتى الصحية العامة يعني اذا فيه امراض فيه فحوصات طبية كلها هاي احنا منقدمها في مدرسة الأمل للصم رجعنا لكم مع عزائي المشاهدين من بعد هذا التقرير ولازلنا متواصلين في حوارنا الشيق مع ضيفنا خالد أخي خالد حياك الله الله حياك شو هي البطولات اللي يالس تستعدلها الآن والله حاليا ما عندنا جدول وان شاء الله قريبا يعني متى بتكون ان شاء الله البطولة القادمة ما عندي شي حتى عدل مدرب جميل طيب هل تحس انك حققت كلمة لديك من ابداعات وطاقات ولا تحس بعدك ما قدمت شي شو طموحاتك المستقبلية ان شاء الله عندي مستقبل اني اتهال حق توكيو عشرين عشرين ان شاء الله ان شاء الله تحس ان هذه مسؤولية كبيرة ويبقى لها استعداد كبير مسؤولية كبيرة ان شاء الله اذا اتهالت لكل حادث الحادث متى بتكون هذه البطولة هذه البطولة احتمال شهر ثمانية اذا انا ما اختروني من منتخب الامارات ان شاء الله الله يسر لك ان شاء الله شو اللي يمثلك انضمامك لمنتخب الامارات والله شي كبير انجاز هذا انجاز كبير جميل اي نعم يعني شو تشعر يوم انك تكون انت رافع عالم الدولة في المحافل المختلفة شو الشعور اللي تشعر به اهم شي يكون عالم الدولة الجمارية يرتفع عاليا بجميع المحافل الدولية والاغليمية والعالمية نعم اشكرك اخوي خالد على حضورك وتلبيتك لهذه الدعوة وهل منك كلمة اخيرة او رسالة تحب توجهها اول شي مشكورين عن اللقاء ويزعكم الله خير ويزكر المعاملين العاملين على البرنامج الله يسلم ويعطيكم العافية والتغطية جميلة حق جميع المجتمع يعني تستاهلون اكثر خاصة اصحاب الهمم يعني الله يسلم وانا عندي رسالة شكر بس حق الدكتور عبدالرزاق الرشيد تفضل اللي هو داعم لي الوحيد اكثر يعني داعم لي خلينا نحصل على النجازات المستوى اللي وصلت له بفضل سبحانه وتعالى بفضل الدكتور عبدالرزاق الرشيد رئيس مسجدات ناري خوفاكان لاصحاب الهمم نعم شو اللي مثلك الدكتور عبدالرزاق الرشيد بما انك ذكرته الان والله بالنسبة لي ابوي واخوي بنفس الوقت الدكتور عبدالرزاق الرشيد لانهو الدعم نفس ما قلت لك هو الدعم الوحيد حقينا يعني جميل انه يحصل على النجازات اللي وصلت لها بفضل سبحانه وتعالى وفضل الدكتور عبدالرزاق الرشيد جميل موفق اخوي خالد وانشكرك مرة ثانية على حبولك الله يعطيكم العافية ايزاكم الله خير واشكر الاخوان الموجودين الله يعافيك مشاهدين الكرام بهذا قد نكون وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا الاسبوع على امل ان يتجدد اللقاء بكم في الاسبوع القادم مع ابطال وضيوف جدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة